في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير لا يتشهد ولا يسلم فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة وسواء فيه التسبيح والدعاء ويستحب أن يقول كذلك اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضاعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهرة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي لأنه ليس بصلاة لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحراج والمشقة ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود فله الرفع من السجود قبله وعليه فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجير ونحوه وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد وإن ترك السجود فلا حرج لأنه سنة لا واجب ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة وهو خلاف السنة كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية لأنه إن سجد لبس على المأمومين فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لإذاً ties 延 aux لإzug أين